السلام عليكم ورحمة الله هلا وسهلا فيكم متابعين قناة جودت وينز طبعا اصدقاء اليوم موضوعنا ان شاء الله كيف نملأ الاستمارة الضربية تبعة يوتيوب تمام او الموجودة في الحساب تبع الادسينز زي ما اتفقنا يا جماعة انا يعني اتكلمت في الفيديو هاد وضحت وضحت الصورة مين بتتعلق بالزبط اتفقنا انو الضربة هادي بس موجودة على موضوع اليوتيوب المشاهدات اللي بتجيك من الولايات المتحدة الامريكية بس تمام اليوم خلينا نملأ الاستمارة باذن الله خلونا نشوف جماعة كيف الموضوع بدي يتم طبعا جماعة احنا هلوقت راح نعمل اضافة المعلومات الضربية لكن حابب انوه انه يعني كل شخص منتمي ليوتيوب وبحقق الدخل حتى لو ما بتجوش الزيارات من الولايات المتحدة لازم يطبق لازم يطبق العملية هادي هو مجبور في الاشي هاد هاد قانون هاد الشغلة قانون انت بتكتمش عليها زي ما احنا ماشينا عليها بالزبط تمام خلينا اضغط اضافة المعلومات الضربية طبعا هيطلب مني تسجيل الدخول زي ما انتو شايفين لو انت ركزت نونة هاي الصفحة بتفتح معي يا معنمي تمام هلوقت هانا بقولك ما هو نوع الحساب زي ما انت شايف صاحبي الحساب الادسنس تبعك يعني تابع لمؤسسة ولا فردي طبعا احنا اغلبنا كنا فردي حتى فعشان يكت بضغط فردي وبقوله التالي بأنزل نونة بالشكل هاد لو انت لحظت هان هان بقولك هل انت مواطنة او مقيم في الولايات المتحدة طبعا انا بدي اجيب اقوله لا او اكمل اقوله التالي طبعا يا سيد العزيز هلوقت ركزت هان نونة لو انت لحظت هادي هادي اول واحدة اللي انت شايفها يا سيد العزيز بتتعلق فيك انت انت حسابك فردي تمام ومش مقيم كمان في الولايات المتحدة فعشان هيكت مضطر تضغط على هادي اللي تحتية هادي التانية يا سيد العزيز بتتعلق في اللي هو يا سيد العزيز خلينا نقول الشركات تمام لو كنت انت معلم هان فانت مضطار انك تعلم التانية هادي زيان فانا لأ مضطار اعلم الاولى لان حسابي برضو يعد فردي فخلينا اقول له فتح النموذج بالشكل هاد تمام يا صاحبي تركزنونا يا جماعة طبعا يا جماعة هان هالوقت هو بيطلب مني الاسم تمام فتحت معي الصفحة الجديدة هادي زي ما انتم شايفين هالوقت بيطلب مني هان الاسم الاسم اللي انت بدك تضيفه لازم تضيفه زي الاسم الموجود في الحساب تبعي الاتسنز الحساب تبعي الاتسنز بس باللغة الانجليزية باللغة الانجليزية حاولوا تهتموا في الشغلة هادي تركزوا كويس الاسم لازم يكون متطابق ممنوعكم في اي اختلاف طيب ممتاز هانا بقول لك يا سيد العزيز ضيفي البي دي اي كيانو ما كيانو ضغيبه يا دي الشغلة اختيارية يعني فيك تضيفة او فيك ما تضيفة فانا مش مضطر اخلنا اضيفة لو انت ركزت هان هو بقول لك هان البلد اللي انت عايش فيها او مقيم فيها او بتحمل الجنسية تبعتها الشو هي بالزبط طبعا زي ما انتوا شايفين جماعة انا بدي ايجي وبيدي اعلم على البلد طبعا اعوذ بالله ما بديش اعلم هادي الدولة بدي ايجي اعلم على فلسطين زي ما انت اللحظة صديقي انا علمت على دولة فلسطين ممتاز هالواجد هام بقول لك رقم التعريف الضغيبي تي اي ان الاجنبي وتحتها كمان نفس القصة رقم تاني طبعا انت يعني هادي الشغلة هذا الرقم اللي هام بدك تضيفه انت مش مضطر انك تضيفه الا اذا كانت الدولة تبعتها كعملة معاهدات مع الولايات المتحدة طبعا انا حسيب لك رابط في وصف الفيديو بتعلق بالدول اللي عامل المعاهدات مع الولايات المتحدة ومن ضمنهم 15 دولة عربية لكن انا من جهتي او دولتي مش موجود بينها وبين الولايات المتحدة معاهدات وشغلات زي هادي فعشان هيك اتبدا اكمل عادي وبدأ اقول له التالي لو انت لاحظت صاحبي تركز لنونة هالوقت عنوان الاقامة ان عنوان الاقامة كالدائم هو صندوق بريد او عنوان لعناية ويسا يطلب ارسال مستندات اضافية هادي بدا اعلم عليها صاح تماما صاحبي هالوقت تركز نونة هام بقول لك بده عنوان سطر اول والسطر التاني بالله هي عليك تركز فيهم ممنوع اي غلط فيهم السطر العنوان الواحد والسطر العنوان اتنين هدول موجودين عندك في حساب الاتسنز اللي انت سجلت فيه لو دخلت على قسم الدفعات تمام الاعدادات بتلاقي كلمة الاعدادات لتحت فيها بتقدر تخوش على حسابك بس تنسخ نسخ الاسم لو كنت مش حافظه طبعا انا بالنسبة لدولتي فلسطين زي ما انت شايف بالنسبة لفلسطين يا جماعة اللي من فلسطين تركزولي في العنوان صح طبعا العنوان الاول جازا مية واثنين ستة بالنسبة للعنوان التاني جلاء استرايت تمام بالنسبة للمدينة بدي اكتب كلمة جازا ممتاز بعد ما انا هالوقت ضفت هدول يا جماعة هالوقت هانا بقول لي العنوان البريدي مطابق لعنوان الاقامة الدائم طبعا انا هادي لازم اضغط عليها صح اقول له اه والله يا عمي انا العنوان البريدي بالفعل مطابق انا دايما في نفس المكان رسلوني عليه هو نفس المكان انا ما عندي اي عنوان تاني بمعنى الكلام فهذا الكلام اللي تحت كله انا مش محتاجه عشان هيك بعلم صح هان لو علمت صح زي ما انت شايف بوديني على الخطوة اللي بعد بيجي بقول له تيالي بشكل هات طيب ركز نونا هان هان بقول لك المعاهدة الضربية هل تريد المطالبة بنسبة اختطاع اقل بموجب معاهدة ضربية يعني في احنا بين الفلسطينيين وبين الولايات المتحدة في اي معاهدة ضربية وحابب انت تكسب شيء من هاي المعاهدة الموجودة طبعا انا بالنسبة لدولتي فلسطين لا وبالنسبة الي انا طبعا تبا للولايات المتحدة فلهذا السبب بيجي بقول له لا بالشكل هاد طبعا عشان انا ضغطت لا احتمال يخصم مني من واحد في المية او من سفر في المية من دفعاتي لحد تلاتين في المية طبعا مش معروف قديش لكن حسب الارباح اللي بتيجيني يعني انا افترض مثلا اجتني خلينا اقول السيد العزيز خمسة او عشرة دولار من الولايات المتحدة بدي اعمل حسابي انهم بدون يقطعوا بنسبة تلاتين في المية منهم ممكن يعني اكثر حد خلينا اقول زينا صاحبي طبعا جماعة انا من وجهة نظري ضغطت لا لانه انا دولتي ما في بينها وبين الولايات المتحدة اي معاهدات لكن لو كنت انت من مصر او من دولة المغرب او من اي دولة عربية في بينها وبين الولايات المتحدة معاهدات طبعا الدولة العربية هما خمسة عش وزي ما قلت انا حسيب لك رابط في وصف الفيديو لتعرف الدولة تبعتك فلو كان انا بانصحك اطبق فيديو هشام هاشم زينا صاحبي لانه بشرح الشغلة بالتفصيل مثلا بالنسبة لأهل المغرب تمام انا هان اجيت وضغطت لا ممتاز باجي بكمل التالي بشكل هات طبعا يا جماعة بعد ما انا ضغطت التالي وكله تمام هانا بقولك سيتم انشاء المستند الخاص بك بهذه الطريقة يرجى مراجعة بي دي اف وتأكيد معلوماتك هذا ملف بي دي اف انت لو ضغط عليه بتقدر اتحمله تمام عشان تتأكد قبل ما تعمل اي غلطة قبل ما تعمل اي شيء وقبل ما تأكد مية في المية تمام متأكد من معلوماتك ودخلت كلها صح فباجي باقوله بالشكل هات واكد انني اتراجعت المستندات الضغبية المقدمة حسب علمي واعتقد انها صحيحة فباجي وباكمل وبقوله التالي بشكل هات زينا صاحبي هانا هيوه بقولك الشهادة والمعلومات التفاصيل هاتي تبع هذه الضغيبة هانا بقولك اديني التوقيع تبعك التوقيع اللي هو الاسم برضو نفسه الاسم نفسه الموجود في الاتسنز طبعا احنا الفلسطينيين الاسم رباعي لازم يكون هو الاسم الموجود في حساب الاتسنز الاصلي اللي انت انشأته بعد يا جماعة ما ضفنا الاسم وكله تمام هانا بقولك هل انت هو الشخص المدرج في قسم التوقيع يعني انت نفسك صاحب الحساب نعم انا هو شخص مدرج في قسم التوقيع وانني اكمل هذا النموذج باسمي الشخصي التانية هاتي انه انت شخص تاني بس سجلت عن صاحب الحساب تمام احنا لابدنا الاولى هاتي طبعا جماعة بعد ما ضغط عليها نعم وكله تمام باجي وبقوله التالي بالشكل هات طبعا جماعة بعد ما كتبت الاسم وكله تمام هانا لو انت لاحظت فوق ايش بقولك الانشطة والخدمات التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة وافادة رسمية المهم هل اجرى الفرط او الكيان المحددين في الفقرة التعريب الضريبي خدمات لصالح الولايات المتحدة او في داخل الولايات المتحدة او منها الجيسة السادي طبعا انا ما عملتش خدمات وجيسة زي هادي فباجي بقوله لا وبأضغط على هادي صح بشكلها تركزو نونة بالله عليكم العصبون شغلي هي نونة هادي انا ضغطت لا يعني انا اقر انه انا ما فيش بينه وبين الولايات المتحدة اي خدمات كانت تمام طبعا هانا يا سيد العزيز بقولك انه انت بالفعل الملف اللي انت جاب بتجدمه بتجدمه من حساب جديد يعني ما اخدتش منه دفعات جبل هيك ولا انت بتجدم من حساب شخصي حالي اخدت منه دفعات فانا بدي اقول له اه هو اللي اخدت منه دفعات من حساب اخدت منه دفعات وبعلم هان صح عادي طبعا هادي كلمة التغييرات اوعات لجه في اختياره مش مطلوبة منك خلينا اضغط كلمة ارسال بالشكل هاد واشوف ايش بدي يعطيني النتيجة طبعا اصدقاء قناة جودتوين زي ما انت شايف الحالة مقبول انا هيكا تسجلت الداتا اللي بدأ اسجله خلاص انا هيكا عملت واجبي وزيادة لو ضغط على هادي تجاهل خلاص فيش مشكلة انا عملت واجبي وزيادة هيك انا سجلت وبياناتي صح 100% فخلاص بطلع من حساب الادسنز عادي ولا كأنه في اي اشي انت هيك سجلت البيانات وعملت واجبك وزيادة وخلص الموضوع وانتهى على هيك اتمنى يا جماعة انه تكون هيك الصورة وصلت طبعا اصدقاء جودتوينز انا هيكا بكون سجلت 100% والبيانات اللي دخلتها صح 100% تمام هيكا انت بتكون سجلت ريحت مخك من ها القصة هادي كلها والتزمت بالقانون بالقانون تمام طبعا معك فرصة انك يعني تملي النموذج هاد لحد يوم 31 خمسة بعد 31 خمسة هيكون في فرض عقوبات وخصم 30 او 25% من كل ارباحاك فاتمنى منك اتنفذ هذا النموذج زي ما حكيت بالظبط بالذات اهلي في فلسطين انت لاحظت صديقي العزيز هامن تمام انا وصلني ايميل من ادسنز تمام ايش بقولي بقولي انه تمت الموافقة على معلوماتك الضغربية وخلص مدام انت بقولك هيك سجلت صح فانت في السليم خلص وافقوا على كل شيء الله يعطيهم الف الف عافية الله يعطيكم الف عافية اخواني الاعزاء والسلام عليكم